السلام عليكم ازيك شبابوني ومكمنين مع بعض يا شبابين في حلقة سيكتب المتحانة في الثلاثة العادية الترميل لأول من عام 2015 وزي ما احنا متعودين ان احنا على طول سايبين لينك في الدسكريبشن يا حبيب الملايين سايبين لينك في الدسكريبشن يا حبيب قلب المستر اللي اللي عندي سؤال يكرى على طول يسألينك في اي امتحان في اي نموذج في الكتاب الكبير او في كتاب الصغير في اي سؤال في الدنيا اسأل على طول يناك بدون ايتردد واللي عايز اي سؤال في هذه المحافظة بإذن الله تعالى محافظة المنوفية صفحة 122 يسأل على طول في الكومنتز بتاعة اليوتيوب عشان من توشي من بعض اللي عايز اي حاجة يا حبيب قلب المستر يسأل في اي وقت في اي مكان في اي سؤال واللي عايز على طول يسأل في اي حاجة لازم يتأكد على طول النوع من سبسكرايب ومستني باقي الفيديوهات اللي فاتت ومستني الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى عشان نخلص مع بعض هذا المنحج بعون الله محتاجين نكمل يا شباب في صفحة 122 فلازم تكون فايق ومركز معانا في محافظة المنوفية واللي من المنوفية يحضر حالا هنا هو يا حبيب قلب المستر محافظة رقم 13 محافظة المنوفية صفحة 122 افتح الصفحة يا حبيب قلب المستر وانتظر مع بعض عشان خاطر ندوس 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 منه مش هنستنى اي حد خالص لو محدش فتح الصفحة سؤال رقم 1 ألف عكمل العبارة الآتية بما يناسبها رقم 1 أصل المجموعة الشمسية طبقا لنظرية النجم العابر عطل هو الشمس رقم 2 عب بصري سببه زيادة البعد البقري لعدسة العين ده طول النظر أوكاي أوكاي رقم 3 إذا استغرق الجسم المتحرك نصف الوقت القطع ضعف المسافة فإن سرعته تساوي بالنسبة لسرعته الأصلية واحدة واحدة السرعة بتساوي السرعة يا مستر بتساوي مسافة على زمن مسافة على زمن السرعة زادت المسافة زادت لإيه؟ ضعف المسافة يبقى 2 هات هنا 2 في نصف الوقت يبقى نصف طلع الاتنين فوق تضرب في الاتنين يبقى 4 أمثال أوكاي أوكاي ما عليش طبعا الكلام اللي بالعربي يبقى رايح في ده لأن انا بكتب شقلوبي أنا أيمن والكلام مصبوط على شمادي فأنا مش عارف أصبوط لك الدول رقم 4 ما تفتكرش عن المسافة خطوحش إن ده اللي خطك معفل لو انت فتكرت كده عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام الميوزي الأول بالنسبة لعدد الخلايا الناتجة عن الانقسام الميتوزي على طول الميوزي بينتج عدد خلايا أكبر رقم بقى اختار الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطوة واحد عندما تحرك الجسم بعجلة تساوي 0 فهذا يعني أن السرعة الجسم الأبتدائية هي مأكدة لو العجلة تساوي 0 يبقى ماشي بسرعة منتظمة تساوي الصراعة النهائية ثم تساوي الصراعة النهائية عندما انت بذلك أ requirement حصل حصل هسقط مرة بالبقرة هينعكس وزيل المحور الاصلي تبقى مكبرة ولا مش مكبرة مكبرة حقية ولا مش حقية حقية تقديرية لا حقية مصغرة لا حقية مكبرة في مشاكل ما فيش اي مشاكل وزي ما عودتوكو يا جباب ان احنا على طول او زي ما قلتلكو قبل كده يعني ان احنا حلين كل الحاجات اللي خاصة بسقوط العشعة في الدرس بتاعها وفي النمزج اللي عدد فانت ترجع يسمع بقى الفيديوهات دي كلها عشان قطلتو انت مؤثر يا معلم في حق نفسك انك ما تسمعنيش من الاول انا منزللك الفيديوهات من اول السنة يعني مش من اول السنة او يعني بس انت المفروض بتسمع الا اللي انا بنزلو فانت المفروض متابع من الاول فانت ما عملتش سبسكرايبه ما تسمعنش كل الفيديوهات فانت كده اللي محط مصر في حق نفسك انا مش هجيلك كل فيديو اشرح لك سقوة الاشاعة بتعمل ازاي يعني انا مش استمعلك فقبل كده حصل وكل اللي معي ايش هدي يعني عشان خطر الناس اللي جاي جديد ما تقولش الميستر بخمنا ماشي رقم ثلاثة يحدث التكاثر وبالتبارهم فين عشر وغرب لا عفد الخبز لا تجمل بحر لا فطر الخميرة رقم أربعة ولسه حلناها فين نموز اجيل اللي فات يا حبيبقى بالميستر عند وضع جسم على مسافة تسعة سنطي من المركز البصري لعدسة محدبة يتكون له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة معنى كده ان التسعة دي قبل ضعف البعد البؤري وعند تحريك الجسم اتنين سنطي بعيدا عن موضعه الاول من العدسة فتكونت له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة معنى كده ان الاتنين سنطي دول خلوا الجسم بعد ضعف البعد البؤري فيها مشاكل ما فيهاش مشاكل فان قيمة البعد البؤري المحتمل لازيه العدسة يسوي قد تسعة كتابل ضعف البعد البؤري او قبل نصف قطر التكاور فيها مشاكل ما فيهاش مشاكل لما حركته اثنين بقى البعد كله حداشر الحداشر دي بقى بعد ضعف البعد البؤري او بعد نصف كتر التكور يبقى الرقم اللي ما بين تسعة وما بين حداشر هو عشرة اوكي اوكي طب البعد البؤري بيسوي نصف نصف كتر التكور ده العشرة نصف كتر التكور هاتها اعمل لها النصف يعني اسمها على اثنين هيدي نيق خمسة فيها مشاكل من طبعيش مشاكل ابدا يا حبيب قلب المستر بازن الله رقم جيب اي من الاشكال البيانية التالية يمثل جسم ساكن الجسم الساكن في العلاقة البيانية ما بين المسافة والزمن ماميبقى اش كرى انده سرعة منتظمة السرعة والزمن منتظمة اوكي اوكي انده سرعة منتظمة ثابتة اوكي يا معلم اوكي يا ولاز some وعايز جسم ساكن المسافة سابتة بالنسبة للزمن يعني هو ما بيتحرك شبه هو الشكل ده يحريب قلب مستر وفيهاش اي مشاكل بإذن الله تعالى رقم اثنين اكتب ما تدل عليه كل عبارة من العبارات لقاتية رقم واحد اندماج ماشين مذكر مع ماشين مؤنس لتكوين ازاي جد على طول الاخصاب رقم اثنين توهب نجمالي مدة قصيرة ليصبح من قلمع النجوم السماء ثم يختفي تواهجه وتدريجان ويعود الى ما كان عليه رقم ثلاثة نوع السرعة لسيارة قطعت مسافة خمسة متر في زمن خمسة ثانية ثم قطعت مسافة عشرة متر في نفس الزمن أثناء حركتها رقم اربعة حالة مراقب عند تساوي السرعة النسبية مع السرعة الفعلية لما السرعة النسبية تساوي السرعة الفعلية يبقى المراقب ساكن رقم باء صوب ما تحتها خط رقم واحد اذا وضع جسم على مسافة خمسة سنتي من عدسة محدبة بعدها البؤري خمسة وعشرين سنتي تكونت له وصولة تقديرية مسغرة يعني مكبرة رقم اثنين تحرك جسم في مسار دائري نصف كطره اربعتاشر متر وقطع سلاس دورات كاملة فان الازاحة للجسم يساوي ميتين وتمانين متر قطع سلاس دورات كاملة يبقى الازاحة صفر اوكي اوكي رقم ثلاثة وبالمناسبة ده حباب قال بالمستر يعني مستر احمد كان بيقول لكم بيقول لكم تاني بيقول لي اشرح للناس الاكبر منكم دكتور احمد هتلاقي بي اشرح فزيه تحت يعني انزل اسمع ودسله لايك وعمله وضبط له الدنيا كده عشان خطر هو اللي بيقولك الجملة الحلوة دي قالك ايه بقى؟ قالك ان انا عندي لو بيسأل على ازاحة في عدد صحيح يعني ايه عدد صحيح؟ يعني سواء دورة واحدة او دورتين او تلات دورات او اربع دورات بدل ما الدورة كاملة يبقى على طول كده لازاحة بصفر تبدأ تحسب امتا؟ لما يقول لك ربع دورة نصف دورة تلاتة اربع دورة تلتين دورة خمسة على الخمستاشر من الدورة خمسين على التلتمية من الدورة بدل ما ما قالكش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اشتغل عادة وعوض بالرقم اللي هو هي الدول وهالك اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تعمل ستة تمامي تسأة عشر حتشها 12 12 12 12 12 12 16 17 17 19 20 20 20 21 21 21 21 وكذلك الكلام اللي مفاهوش مناطشة بعد كده يعني انت خلاص خط الزيتونة بتاعت الموضوع وomaticى بدل ما هو عمل دورة كاملة صحيحة يبقى يرجع لمكانه الأصل يبقى إزاحت الم高فن المتحركش من كذلك بالنسبة للإزاحة المسافه يكشي تولع بعدك احسبها ما تحسبهاش انت وراحتك هتعرف تجيبها براحتك ايه املا بس الازاحة ما تفكرش طول ما هو مديك رقم صحيح اوكي اوكي ده الجملة اللي فاتت ده مستر رحمل حبي يسلم عليك وبعد كده انا حبيت اسلم عليك بعده عشان قدر اقول لك ايه ان انت عندك هو الراجل بيعرف يعد لعند مثلا 200 فانت ما يقولكش 200 دورة فانت تحسب بالمتين المتين دورة ده الدورات كاملة انت عملها على طول بصفر ماشي بالنسبة للازاحة ماشي احبا يبقى البلمستر ماشي احبا يبقى البلمستر تكونت او تتكون الامشاك في الكائنات الحية من خلايا خاصة تعرف بالخلايا الجسدية لا يا معلم خلايا جنسية رقم اربعة القوة كمية فيزيئية قياسية واحدة لا متجهة حصل حصل رقم اثنين وضع جسم على مسافة 40 سنتي من مرآة كرية بعدها البؤري 20 سنتي فتكونت له صورة مساوية للجسم وعندما وزيحت المرآة نحو الجسم 10 سنتي فتكونت له صورة اخرى ما هي خواصة الصورة الجديدة الجسم ده كان موضوع على مسافة 40 من مرآة كرية ماشي ماشي بعدها البؤري 20 معنا كده انه كان عند ضعف البعد البؤري او نصف كتر التقوير ماشي فتكونت له صورة مساوية للجسم حصل لما الجسم يكون حند المركز او نصف كتر التقوير او ضعف البعد البؤري بتتكون صورة مساوية للجسم لما وزيحت المرآة نحو الجسم 10 سنتي معنا كده ان احنا دخلنا في مرحلة اللي ما بين العشرين والتلاتين حصل حصل فتكونت له صورة اخرى ما هي خواصة الصورة الجديدة معنا ان المرآة وزيحت 10 معنا كده ان الجسم كان ما بين البؤرة و النصف كتر التقوير ماشي سهلا ان شاء الله طب خواصة الصورة في الحالة دي بتبقى ايه لما الجسم يكون ما بين البؤرة و نصف كتر التقوير يا مستر على طول بيكون صورة حقيقية و مقلوبة و مكبرة حصل حصل فيها مشاكل ما فيها اي مشاكل رقم 3 الف ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة و علامة خطأ امام العبارة الخطأ لكل مما يأتي رقم واحد تتساوى قيمة المسافة والازاح على الجسم عندما يتحرك في خط المستقيم ثم يعود الى منتصف المسافة لا طبعا لا طبعا لو راح ومجاش في خط المستقيم يبقى الازاحة بتساوي المسافة الازاحة هتساوي نصف المسافة لو جي عندي نصف المسافة صح ولا لا صح رقم 2 تعتمد نظرية الانفجار العظيم على وجود ما يشبه السحاب في الفضاء اللي بيشبه السحاب في الفضاء هي غلط مش الانفجار العظيم إنما هي نظرية السديم رقم 3 صورة المتكونة في المرآة التي على يصير السديق تكون معتدلة ومصغرة حصل يا مدير رقم 4 تكون الغشاء النووي عند قطباء الخلية في الطور الانفصالي الأول من الانقسام الميوزي الأول مش في الطور الانفصالي في الطور النهائي رقم 2 اكتب الرقم الدل على كل عبورة مما يأتي رقم 1 مقدار زاوية انعكاس شعاع ضوئي سقط عموديا على سطح مرآة مستوية السو صفر حصل لأنه سقط عمودي رقم 2 سرعة جسم قطعة 30 وبص يا حبيب قلب المستر إنت ممكن لو عايز يعني تعمل زاوية السقوط وزاوية الانعكاس على مرآة مستوية بطريقة حلوة كده في البيت هتعمل إيه؟ واحدة واحدة مع بعض عملها مستر هتيجي هتحط المرآة بتاعتك في نص القوضة بتاعت زي مثلا مرآة التزريح ماشي بص عليها من زاوية من على مثلا لو أنت قاعد في زاوية بص عليها من زاوية البيت الناحية التاني من زاوية القوضة الناحية التاني هتجيب لك كل حاجة في الزاوية العكسية بتاعتك يعني أنت مثلا لو في امسك حيطة وحط خوب في جنبك بس في آخر الحيطة ماشي؟ وانتو اللي تنبصوا على المراية هو هيشوفك وانت هتشوفه لإنك انت الزاوية الشعر سقط هينعكس بنفس الزاوية فانت وانت بصص من زاوية هيسكت عليه هو فانت هتشوفه طب هو هيبص ومش هيشوف نفسه هيشوفك انت لأن الشعر ده سقط عليك انت لما سقط على المراية هو انعكس انعكس عليك انت فهو شابك في المراية وانت شوفته في المراية مطبقة وقل لي حصل ولا ما حصلش ماشي؟ بس انت ما تروح ليش ايه اه في مكان ما فيوش أصلا المراية جاية ولا انت عارف تبص ولا هو عارف يشوف حتى لو انت مش فيوش المراية بدل ما هو قاعد بزاوية تسمح له ان هو يجي فهيشوفه ماشي حتى لو انت هو مش قدام المراية أساسا ليه لأن الشعر الضوئي ده ساقط وينعجس عليك انت اوكي اوكي رقم ثلاثة ولا احنا في رقم اثنين لسه في رقم اثنين سرع الجسم قطع تلتمية متر خلاله نصف دقيقة نصف دقيقة يعني ثلاثين ثانية والجسم ده قطع تلتمية متر سموهم على بعض هيطلع لك يعني ثلاثمائة ثلاثين هيطلع لك السرعة رقم ثلاثة بيقول عدد الكروماتيدات المشاركة في كل مجموعة والتي تتبادها الازواجات ده غالية كام بأن يكون كوروماتيدين داخليين في المجموعة الربعية قولها بيجبوى كوروماتيدين الداخليين فقط رقم 4 مقدارها قطط التكول لعدسة محدبة اذا كونت صورة المساوية للجسم على بعد 20 سنطي من مركزها البصري مقدار كتر التكور لعدسة محدبة ماشئ اذا كنت صورة مساوية للجسم على بعد 20 سنطي يعني كده نصف كتر التكور ب20 يبقى قطر التكور كله على بعضه بربعين فيها مشاكل ما فيهش مشاكل الرقم G ما عدد الأفراد الناتجة عن الانقسام الخليجي اليوكلينة سلاسة انقسامات صناعية متتالية نحن نلسى متفين ثلاثة انقسامات متتالية بيكون لي تمانية أوكي أوكي فيها مشاكل ما فيهش مشاكل بإذن الله سؤال الرقم 4 ألف اختر العمود B ما يناسب العمود A اختر من العمود B ما يناسب العمود A رقم 1 المجموعة الشمسية تقع في إحدى الأسرع الحلازونية المجرد ضرب التبانة رقم 2-23 زوج من الكروموسومات هيبقى 46 كروماتيد لا هيبقى 46 كروموسوم طب ضعفهم تاني من 92 كروماتيد حصل حصل رقم 3 السرعة المتجه مقدور لإعزاء الحادثة في الثانية أهدها على طول رقم 4 المرأة المكعرة تستخدم في الأفران الشمسية فيها مشاكل ما فيهش مشاكل رقم بقى أكمل العبارة التالية بمناسبة مما بين القوسين رقم 1 سرعة سيارة تساوي 90 كم في الساعة بالنسبة للقطار يساوي 50 متر كل ثانية احسبها تقريبا كده 90 في 5 على 18 سيديني 25 يبقى لخمسين ضعفها يبقى لخمسين ضعفها يبقى لخمسة وعشرين نصفها يجي واحدة رقم 2 نصف كتر تكور مرأة كرية البعد البقري لها نصف كترها أكيد الضعف صح؟ زي ما احنا لسه شغالين دلوقتي رقم 3 عدد الكروموسومات في الخليه التنساملية من المرأة المستوية المراية المستوية التقديرية خلف العكس نفس المقدار الفرق ما بينه يبقى على طول النص بين الجسم بص اعملها لك رسمة توضعية وبسيطة خلصة ماشي ماشي انا عندي جسم مراية صورة المسافة دي بتسوي المسافة دي فلما المسافة دي مقارنة بالمسافة الكلية اكيد هتسوي نصها صح يا مستر رقم G واظن يعني مفاش مشاك يتحرك الجسم في خط مستقيم بسرعة خمسة متر الكل ثانية لمسافة خمسين متر ثم يتحرك في نفس الاتجاه مسافة مية وستين متر خلال زمن عشرين ثانية يحسن مقدار السرعة المتوسطة القياسية الكلية للجسم من بداية الحركة للنهاية مبدئيا احنا بنعمل مسافة كلية على الزمن الكل انا معايا هنا مسافة واحد وهنا دي مسافة اتنين حصل حصل معايا هنا السرعة ومعايا هنا المسافة اقدر اجيب الزمن اقدر اجيب الزمن مسافة على السرعة يديني عشرة ثانية صح صح وهنا عشرين ثانية يبقى ده زمن واحد وده زمن اتنين صح ولا مصصح صح يبقى المسافة خمسين زائد بكام مية ستين على كام على عشرين زائد عشرة اللي هي معنا هنا هو اهيه ماشي ماشي يا مستر هيديني كام في الاخر احسبها تقريبا كده هيطلع السرعة بسبعة متر لكل ثانية وبكده حبيب قلب المستر اكون خلصت معاك او اي رقم يعني مش شرط يكون سبع بس هو الرقم تقريبا كده الله اعلم هيطلع سبعة متر لكل ثانية فبكده حبيب قلب المستر اكون خلصت معاك المحافظة المنوفية شعب المنايفة او الشعب المنوفي العظيم يا منايفة اعملوا رايقات اعملوا سبسكرايبات ولا تبخلوا علينا يعني خليكم كورة ما بقى المراضية هنا معنا ماشي يعني نرجو ذلك ماشي حبيب قلب المستر نبدأ مع بعض ان شاء الله نستنى نفتح صفحة مية خمسة وعشرين نستنى مع بعض محافظة الدقالية حبيبنا ايه الاعزاء محافظة الدقالية لا يستنى مع بعض الفيديو القادم للكاما محافظة الدقالية واستنى وقبالوا لايك اعملوا اسبسكرايب بنتثبتون بالدنيا خالص عشان اكمل لكم بقى المحافظات مع بعض حبايب قلب المستر ارى طبعا من الزل المحافظات له سلام يا حبايب قلب المستر وهبلة اللقاء في محافظة الدقالية نفتح الصفحة ونستنى الفيديو القادم بيزن الله تعالى فيها سلام.